موسيقى الرئيس السيس يواجه الحكومة بإعفاء المشروعات الصناعية من جميع الجرائب موسيقى انطلاقوا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا موسيقى البرهان يصل إلى بورت سودان استعدادا لأول جولة خارجية منذ اندلاع الحرب وقوات الدعم السريع تطرح رؤية لوقف القتال موسيقى أخبار السابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة تاني للأخبار أهلا بكم وجه الرئيس السيسي الحكومة بتكثيف الجهود الرمية لتطوير الصناعات المصرية ومنح المشروعات الصناعية إعفاء من جميع الدرائب موسيقى اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارات والصناع سرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناع والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتثليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدعمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهي الإعفاء من كافة أنواع الدراء بعد ضريبة القيمة المضافة حتى خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعة استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها سلاس سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وكذا إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى خمسين بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف طعميق التصنيع المحلي كما اكتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع مواصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد أكد الرئيس السيسي أن ما تشهد منطقة توشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي وأشار إلى أنه من المستهدف صراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة حيث وصف سيادته الجولة بأنها يوم في حب مصر وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهد منطقة توشكا خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها كما دعا لزيارة مشروع لمستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبدول انطلقت أمس في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بعد توقف استمر نحو ثلاثة أعوام عقدت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة مفاوضين من مصر والسودان وإثيوبيا جولة مفاوضات تأتي في ضوء البيان الصادر في الثالث عشر من يولو الماضي عقب لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد في القاهرة على هامش قمة دول جوال السودان حيث جرى الاتفاق خلالها على الشروع في مفاوضات عاجلة وصولا إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة مع بذل الجهود الضرورية كافة للانتهاء من الاتفاق خلال أربعة أشهر وعقب انطلاق الجولة الجديدة أكد وزير الموالد المائية والرأي الدكتور هاني سويلم الثوابت المصرية وتتضمن أهمية التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث كما شدد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن مشيرا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 وزير الرأي أكد كذلك أن مصر تستمر في بذل أخصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية وأنها تؤمن بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتواصل للاتفاق المنشود من جهتها أكدت إثيوبيا التزامها بعدم إلحاق أي ضرر يمس الحقوق المائية لمصر والسودان وحرصها على التواصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث أكد وزير الخارجية سمح شكري أهمية حل الأزمة في الناجر بالطرق الدبلوماسية والدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال الناجر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وخلال اتصال هدفي مع وزير خارجية بنين أكد شكري دعم مصر لكافة مساعي الوساطة الهدفة للخروج من الأزمة في الناجر وأنها تدعو مختلف الأطراف ذات الصلة إلى الانخراط بجدية للتوصل لحل سياسي من جهته استعرض وزير خارجية بنين جهود بلاده وتجمع إكواس للخروج من الأزمة في الناجر مشيرا إلى السيولة الأمنية التي تعاني منها دول غرب إفريقيا حيث تعتبر موطئ قدم للجماعات الإرهابية تزامنا مع مرور شهر على توليه السلطة في البلاد رفع المجلس العسكري الحاكم في النيجر حالة التأهب في الجيش إلى درجة الاستنفار القصوى في ظل تعزيزات أمنية مشددة بمحيط السفارة والقاعدة العسكرية الفرنسيين مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للسفير الفرنسي لمغادرة النيجر الأنباء الواردة من نيامي تشير إلى أن الأوضاع ستبقى على حالها فترة من الزمن أي أن النيجر ستبقى تحت سيطرة المجلس العسكري الذي يرفض جميع المطالبات الدولية بإنهاء حالة الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى موقعه بل إن المجلس يرسخ وجوده يوما بعد يوم وبأساليب عديدة فقد تحالف مع مالي وبوركينفاسو لمواجهة أي تدخل عسكري خارجي وأتبع ذلك إجراء تغييرات في مناصب الدولة والدعوى إلى حوار وطني يهدف إلى وضع أسس المرحلة الانتقالية في المقابل تبدو الوساطات الإقليمية والدولية غير قادرة على السير إلى الأمام على طريق حل الأزمة السياسية في النيجر فقد فشلت سياسة الترهيب التي لوحت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس مع تراجعها عن خيار التدخل العسكري الذي هددت به ولا توجد أجندة واضحة للدول المناهضة للمجلس العسكري كما أن شعب النيجر يقف خلف المجلس العسكري كونه سائم من الوجود الفرنسي في البلاد بحسب مراقبين يرون أيضا أن اتحاد النيجر وبوركينفاس ومالي يصعب على إكواس شن حرب خاصة في ظل ضبط الحدود مع الدول المحيطة ويرى محللون أنه لم يتبقى إلا الحوار وتقديم تنازلات من الطرفين حتى يجري تصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في نيامي ومع ذلك يقولون أن الحل الدبلوماسي يواجه صعوبات خاصة أن المبادرة الجزائرية تدور حول استقالة بازوم وأن يتسلم العسكريون فترة انتقالية دستورية وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للكوات المسلحة السودانية الفريقة والركن عبد الفتاح البرهان لمدينة بورت سودان على البحر الأحمر استعدادا القيام بأول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في الخامس عشر من إبريل الماضي في إطار جولاته خارج العاصمة السودانية الخرطوم وصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى بورت سودان بولاية البحر الأحمر في ثاني مدينة يزورها منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من أربعة أشهر وكان البرهان قد زار في الأيام الماضية قواعد الجيش في أم دورمان وعبرة تقارير سودانية أثادت أن البرهان يعتزم تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد من بورت سودان التي ينظر إليها على أنها العاصمة الإدارية للسودان وذلك إثر الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها الحرب نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وعدد من الوزراء والمسؤولين كانوا في استقبال البرهان في بورت سودان التي تقع بمنأة عن أعمال العنف والقتال الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كما كشفت مصادر سودانية عن نية البرهان مغادرة السودان إلى عدد من دول الجوار في أول جولة خارجية منذ دلاع الحرب لبحث تداعيتها على السودان والإقليم ميدانيا استمرت الاشتباكات والغارات الجوية في العاصمة الخرطوم وضواحيها وعدد من المدن الأخرى وحذر منصق الأمم المتحدة للإجاثة الطارئة مارتين جريفث من أن نزاع في السودان وما خلفه من جوع ومرض ونزوحة يهدد بإغراق البلاد بأكملها بعد أن امتد القتال العنيف الذي اكتاح الخرطوم وضرفور منذ منتصف إبريل إلى كردفان وحذر المسؤول الدولي من أن إطالة أمد القتال يخلف آثارا أكثر تدميرا مشيرا إلى نفاذ الطعام بالفعل في بعض الأماكن ومعاناة مئات ألاف الأطفال من سوء التخزية الحاد وتعرضهم لخطر الموت الوشيك إذا تركوا دون علاج وأصفرت الحرب في السودان عن مقتن نحو خمسة ألاف شخص بينما أجبر ما يقرب من خمسة ملايين شخص على الفراري من منازلهم من جانبها قالت قوات الدعم السريع في السودان أنها منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلق النار مع الجيش وعرضت رؤيتها لتأسيس ما وصفتها بالدولة السودانية الجديدة مبادرة لحل الأزمة في السودان وتأسيس ما وصف بدولة جديدة قوامها جيش جديد لا يتدخل في السياسة تلك أبرز العناوين الواردة في بيان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داجلو داجلو أكد في بيانه أن قوات الدعم السريع منفتحة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش بما يمكن من أن يحيي الجهود الرامية إلى إجراء محادفات مباشرة بين طرفي الصراع تنهي القتال الدائرة منذ نحو عشرين أسبوعا دون إعلان أي طرف النصر البيان أشار إلى استعداد داجلو للتفاوض مع الجيش حول شكل الدولة السودانية المستقبلية مشيرا إلى أن إنهاء الحرب الراهنة يستوجه البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل بما يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان وبموجب رؤية ما وصف بتأسيس الدولة السودانية الجديدة جدد حمد التأكيد على المبادئ التي تطالب بها قوات الدعم السريع مثل الحكم الاتحادي المتعدد الثقافات والانتخابات الديمقراطية وإقامة جيش جديد يضمن بناء مؤسسة عسكرية قومية ومهنية واحدة تنأى بنفسها عن السياسة وشدد داجلو على ضرورة أن يكون نظام الحكم في السودان ديمقراطيا مدنيا قائما على تقاسم السلطات والانتخابات العادلة والحرة بما يمكن السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي دون تمييز وتشمل قضايا التفاوض من وجهة نظر داجلو أيضا تحقيق السلام الشامل والمستدام والنظام الفدرالي والعدالة الانتقالية وتوزيع الموارد والفصل بين الدولة وانتماءات الهوية سواء كانت دينية أم ثقافية أم عرقية بدأ طلابه في غزة فصلا دراسيا جديدا واصطح حالة من الغموض بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من إكمال العام الدراسي بسبب أزمة تمويل في وكالة الأمم المتحدة لغوثه وتشغيل لاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أون روا بزيم مدرسي وحيد بقي لأطفاله وحقيبة من العام قبل الماضي يستقبل سامي أبو نوح العام الدراسي الجديد تكسوه الحيرة ولا تفارق خياله المخاوف من استمرار الدراسة بمدارس الأنروا بقطع غزة ولأنها الحياة يتغلب الأب على أحزانه ويجهز صغاره للذهاب إلى المدرسة في خطوات يقطعها بالطريق يفكر كغيره من سكان غزة فيما إذا ما كانوا سيتمكنون من إكمال العام الدراسي دون انقطاع بسبب أزمة تمويل أون روا وتدير الأنروا 288 مدرسة في الأراضي الفلسطينية من بين 700 مدرسة تمولها في منطقة الشرق الأوسط وذلك إلى جانب 140 عيادة طبية لكنها تحتاج لنحو 200 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين واستمرار الخدمات حتى نهاية عام 2023 لم نحصل على كل التمويل الذي نحتاجه لضمان استمرار عمل المدارس حتى نهاية هذا العام لذلك نعمل على تأمين المخصصات المالية اللازمة لإبقاء المدارس في غزة مفتوحة ويعد نحو سلسي سكان قطاع غزة وعددهم 2.3 مليون نسى ملاجئين يتعلم منهم في مدارس أنرواع ما يقارب من نصفة الله بغزة وبالإضافة لمبلغ 200 مليون دولار اللازمة لدعم ميزانياتها التشغيلية في غزة تحتاج الأكالة الأممية أيضا إلى 75 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية في غزة أعلنت السلطات الروسية فجر اليوم إحباط هجمات ليلية شنتها طائرات موسيارة أوكرانية في منطقتين موسكو وبريانسك لافتة إلى أنه لم تقع إصابة أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية أغلقت السلطات مطارين دوليين في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تستأنفوا العمليات لاحقا أعلنت روسيا أمس أنها نشرت مقاتلة لمنع مسايرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من عبور حدودها فوق البحر الأسود من جديد سماء مياه البحر الأسود تشهد سجالا روسيا أمريكيا على هامش الحرب في أوكرانيا هذه المرة مقاتلة روسية تتصدى لطائرة مسايرة أمريكية استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأمريكي بحسب رواية موسكو بيان وزارة الدفاع الروسية أوضح أنه مع اقتراب المقاتلة الروسية حولت المسايرة الأمريكية مسارها بعيدا عن حدود دولة روسيا الاتحادية فيما يزداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف يوليو الماضي تمديد العمل باتفاق رعته تركيا والأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وعلى جبهة الحدود بين أوكرانيا وبلا روسيا أكد المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانية أن الوضع على الحدود لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية بالكامل وأشار إلى أن اهتمام حرس الحدود الأوكراني كان منصبا بشكل خاص على وجود من سماهم بمرتزقة روس في بلا روسيا لكن عددهم لا يشكل تهديدا كبيرا لأوكرانيا على حد تقديره من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فرودي ميرزلينسكي اتخاذ إجراءات جديدة لبدء الاستعدادات لما وصفه بشهر سبتمبر مثمر بالنسبة لأوكرانيا وأوضح أن المسألة الأولى في الإجراءات الجديدة هي الدفاع حيث تحصل كييف على حزم دفاعية جديدة للمحاربين الأوكرانيين تشمل المدفعية والمدرعات والدفاع الجوي والصواريخ بالإضافة إلى معدات إزالة الألغام في المقابل أفادت وزارة الدفاع الروسية إحباط الجيش لمحاولات جديدة من قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو على مختلف الجبهات وتجبيدها خسائر كما أفادت موسكو أن قواتها الجوية نفذت ضربة ناجحة لأحد المطارات في مقاطعة كييف وأن الضربة حققت كل الأهداف أعلنت أوكرانيا وصول سفينة الشحن الثانية التي أبحرت من ميناء أوديسا إلى مياه آمنة على الرغم من التحذيرات الروسية من أن سفنا كهذه ستعتبر أهدافا عسكرية عبر الممر البحري الجديد أعلنت كييف وصول سفينة الشحن الثانية إلى المياه الآمنة في تحدي للتهديدات الروسية باعتبار تلك السفن أهدافا عسكرية بعد فشل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وقال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي إن السفينة الثانية وصلت إلى المياه الرومانية بعدما عبرت بنجاح الممر المؤقت في البحر الأسود في طريقها إلى السوق الإفريقية وأعلنت كييف إقامة الممر البحري الجديد بعد خروج روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الذي جاء برعاية تركية وأممية وكان يهدف لضمان الملاحة الأمنة لسفن الشحن المحملة بالحبوب الأوكرانية إلى الخارج وخلال عام من سريان اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تمكنت موانئ أودسا الثلاثة من إرسال شحنات حبوب تقدر بعشرات ملايين الأطنان ولكن بعد انسحابها من الاتفاق الشهر الماضي هددت روسيا بالتعامل مع جميع السفن على أنها أهداف عسكرية محتملة وردت كييف بإعلان فتح ممر إنساني متاخم للساحل الغربي للبحر الأسود قرب رومانيا وبولغاريا ومنذ خروج روسيا من الاتفاق سعدت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في البحر الأسود والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب فيما تهاجم كييف السفن الروسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم والتي ضمتها موسكو في العام 2014 أكدت الفحوص الجينية وفاد زعيم مجموعة فاجنر المسلحة وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالنظر في حدث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء الماضي بصورة نسمية وبعد ظهور نتيجة الفحوص الجينية أكدت روسيا مقتل زعيم مجموعة فاجنر المسلحة في تحطم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء في منطقة تفير شمال غرب موسكو ما أسفر عن سقوط عشرة قتله لجنة التحقيق الروسية أكدت أن هويات الذين تم انتشار لجوثتهم من موقع الحطام تطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم حيث كانت القائمة تضم اسم بريجوجين ومساعده ديمتري أوتكين قائد عمليات فاجنر والعنصر السابق في القوات الخاصة لاستخبارات العسكرية الروسية ولم يذكر المحققون أي تمعلومات عن أسباب تحطم الطائرة أثناء رخلة من موسكو في سان بوترسبرغ كما لم يذكروا أي فرضية سواء حادث أو انفجار كنبلة أو إطلاق صاروخ أرض جو أو خطأ ارتكبه الطيار وبينما ألمحت دول غربية إلى مسؤولية الرئيس الروسي بلاديمير فوتين عن مقتل بريجوجين بسبب تمرضه المسلح قبل شهرين إلا أن الكريمل نفى أي ضلوع له في تحطم الطائرة وأكد بوتين أنه سيتم المضي بالتحقيق حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة وقال بوتين في تعليقه على مصرع زعيم باجنر أن الراجل كان مصيره حافلا ومعقدا ارتكب أخطاء جسيمة في حياته لكنه حقق النتائج المرجوة ونوه الرئيس الروسي بالمساهمة الكبيرة لمجموعة باجنر في حرب أوكرانيا وبرغم الغمود الذي يكتنف مصير مجموعة باجنر عقب مصرع قائدها إلا أن الرئيس الروسي وقع الجمعة مرسوما يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء قسم اليمين بالولاء لروسيا واحترام أوامر القادة واحترام الدستور الروسي في ختام هذه النشرة هذه عنوين الأخبار الرئيس سيتي وجه الحكومة بإعفاء المشروعات الصناعية من جميع الدرائب انطلاقوا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا البرغان يصل لمدينة بورت سودان استعدادا لأول جولة خارجية منذ اندلاع الحرب وقوات الدعم السريع تطرح رؤية لوقف القتال للمزيد من التفاصيل زور موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي إلى اللقاء موسيقى